اشتركوا في القناة وطبعا يا اصدقائي للحصول على قوالب الانفوغراف وقوالب الباوربونت الموجودة على موقع عالمكم رابط موقع عالمكم رح يكون بوصف هذا الفيديو في البداية يا اصدقائي رح نقرب اليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية رح نختار تعبئة متدريجة اللون الاول رح نختاره باللون الابيض واللون الثاني رح نختاره اغمق بدرجة ومن اتجاه رح نختار واحد من هدول الاتجاهات بحيث تطلع معنى الخلفية بهاي الالوان رح نتوجه لقمد ادراج ومن اشكال رح نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة ورح نرسم مستطيل بهذا المكان رح نسوي حوافه دائرية بهذا الشكل هذا المستطيل رح نكرره بالضغط على كونترول تي من الكيبورد ومن استدارة رح نعطيه استدارة تسعين درجة رح نحدد المستطيلين ومن محاذا محاذا الى الاسفل ومحاذا الى اليمين وبعدها من دمج الاشكال اتحاد هذا الشكل رح نحطه بدون ايطار ورح نقرأ عليه باليمين من تنسيق الشكل تعبئة بصورة او نسيج من ادراج من ملف رح نختار صورة بعدها رح نشير التحديد عن استدارة بالشكل بحيث اطلع مع الصورة نظامية رح توجه الى قمد ادراج ومن اشكال رح اختار دائرة ورح ارسم دائرة بهذا المكان هاي الدائرة رح حطه بدون التعبئة والايطار رح اختاره باللون الاسود ورح نقرأ عليه باليمين ورح اعطيه نقل الى الخلفية هاي الدائرة رح اكرره بالضغط على كونترول وصحبة رح سويه رفيعة بهذا الشكل واطوره واجيبه لهذا المكان وعطيه شوية استدارة وكما رح نقرأ عليه باليمين ورح اعطيه نقل الى الخلفية رح توجه مرة تانية لقمد ادراج ومن اشكال رح اختار شكل اللمعة ورح ارسم اللمعة بهذا المكان رح حطه بدون ايطار والتعبئة رح اختاره باللون الاسود رح اضغط على alt ومن الاسهم الموجودة على الكيبورد يمين ويسار رح اسوي له شوية استدارة وحط اللمعة بهذا المكان رح توجه لقمد ادراج ومن اشكال رح نختار دائرة ورح ارسم دائرة بهذا المكان رح نطيه استدارة رح اضغطها بدون ايطار والتعبئة رح اختارها بهذا اللون رح اقرأ عليه باليمين ومن تنزيق الشكل تأثيرات حواف ناعمة رح اختار هون 50 درجة او 50 نقطة خلينا اعرضها شوي هاي الدائرة رح اقوم بتكرارها بالضغط على control سحبة ورح اغير له اللون رح اكرره مرة تانية ورح اختار لون بنفس جي رح حدد دائرتين ورح نقرأ اليوم باليمين ورح اعطيه النقل الى الخلفية هلا اصدقائي رح اجي على هاي الشريحة رح حدد العنوين الرئيسية معي رح ااخدهم control c ورح اجي لهون رح سوي لهم control v بحيث القوائم تكون معي بهذا الشكل عندي هدول شوي صغار رح احددهم ورح نقرأ اليوم باليمين ورح اعطيهم تجميع ورح اكبرهم بالضغط على shift بعدين رح فك التجميع بهذا الشكل هلا اصدقائي كما رح اجي على هاي الشريحة رح حدد هدول النصوص control c وcontrol v رح احطهم بهذا المكان بطلاع عندي هون بداية المشروع عندي هون اسم المشروع ونبذة بسيطة عن المشروع فيكن هاي بتكون الواجهة الرئيسية للمشروع هاي الشريحة رح اقوم بدكرار رح اضغط على control d من الكيبورد رح احده في هدول النصوص ورح اجي لهون ورح حدد هذا النص control c وcontrol v بحيث مثلا هون تكملت النبذة او حول المشروع او حول صاحب المشروع مثلا فيكن هون تحطوا اي نص او نص تعريفي متل ما اكون ملاحظين انه نحن هون في شريحة الهوم او في الشريحة رقم واحد اه حسب الاسم او حسب القائمة اللي عندي اياها طبعا عندي اياها هون مميزة عن هدول والي هي اكبر منهم اه بالحجم يعني عندي هون اداش حجم الخط اداش عندي هون حجم الخط 12 ومميزة كمان ببولد فهي رح اجع لهي الشريحة هي كمان رح كبرها لل 12 وسويه بولد وهي رجع اداش وشيل البولد عنه بحيث نتميز او تتميز معي في اي شريحة انا واقف بعدين يا اصدقائي هاي اللمعة رح اسحبها لتحت شوي واضغط على alt ومن الاسهم موجودة على الكيبورد رح اقوم بعمل استدارة الى وحطها بهذا المكان ورح حدد كمان هاي الدائرة ورح اعطيها شوية التفاف بهذا الشكل هل رح كرارة بضغط على control D وغير القائمة نسخة تنسيق لهون وهي نسخة تنسيق لهون رح احضر في هذا النص ورح جيب شكل infograph control C control V كما هي الشريحة رح نحدد فيها اللمعة ورح ننزلها تحت شوي ونضغط على alt ومنعطيها شوية استدارة ونحدد هاي الدائرة كمان ونعطيها شوية استدارة رح اكررها مرة تانية رح نغير تنسيق العنوان حسب الشريحة انه نوافين فيها رح حدد ال infograph delete ورح اجيب شكل infograph جديد كما رح حدد اللمعة ورح اسحبها لهون control D على اخر قائمة عندي كما رح حدد هدول اشكال ورح اسحبه لهم delete ورح اجيب شكل infograph جديد control C وcontrol V رح حدد اللمعة ورح غير لمكانه وهي كمان رح نعطيها استدارة بهذا الشكل تمام هيك اصدقائي هيك بكون خلصنا تنظيم او رسم المشروع هلأ رح نقوم بعمل حركات وعمل ارتباطات تشعوبية فالأصدقائي رح حدد هدول الاشكال او هدول النصوص رح توجه الى حركات اول شي رح فعل جزء الحركة بحيث اشوف الحركات معي هون رح اختار عائم للداخل من خيارات البدء بعد السابق ولكن هدول الى ثلاثة رح سويهم مع السابق رح سوي لهم تأخير اه 25 اضغط بالcontrol وازيل اول حركة بحيث تتحدد معي فقط حركتين اخرهم هيك اه 75 مثلا وهي 25 كمان بحيث يطلعوا واربع بما يطلعوا كلاتهم دفعة واحدة رح نجي على الشريحة اللي بعدها رح نحدد هذا النص رح نختار مسح من غيارة تأثير من اليسار عفوا بعدين رح اجيب لهون ورح اضغط دبل كليك على الحركة رح تفتح لي ويندو المسح من تحريك النص رح اجيب على هدسم ورح اختار بالحرف موافق رح سرع شوي ورح اضغطه بعد السابق بحيث بعد ما تشتغل معي الشريحة ويخلص الانتقال هاي هدول النصوص يبلش ويطلعوا رح نجي لهون رح نحدد دول اشكال من تحريك للداخل خيارات تأثير من اليسار بعد السابق اما هدول رح سويهم مع السابق نزود المدة شوي نحددهم كلهم ونقرع اليوم باليمين ومن خيارات تأثير وثب الى النهاية بعدها رح نصير نسويلهم تباعد بياناتهم بهذا الشكل رح نحدد هاي الدائرة رح نعطيها نمو وتحريك بعد السابق رح نحدد هاد رقم واحد رح نعطيه مسح للأعلى بعد السابق ولكن حركة الدائرة خلينا انخفضها شوي رح حدد النص رح عطيه تضاؤل مع السابق واخره 0.25 هلا بحدد هاد العمود نسخة تنسيق على هاد والنص نسخة تنسيق على هاد الناص تمام رح حدد هاد المستطيل او هاد الشكل رقم الثلاثة من خيارات تأثير رح عطيه مسح من اليسار وهاد الشكل كمان من اليسار اما هادول الاثنين رح سويهم من الأعلى للأسفل رح أجله هون رح حدد الظل طبعا عندي هون ظل فولاشكال رح سويه تضاؤل بعد السابق هذا الشكل الأول رح حدده مع الشكل الثاني الثالث والرابع والخامس من مسح رح اختار من اليمين بعد السابق وهادول الاثنين رح حدده رح سويهم من اليسار هلا أصدقائي رح نتوجه إلى انتقالات و رح نسوي الانتقال تحول تدريجي أو تحويل تدريجي رح سوي المدة واحد ثانية وحدة و رح ايفو عند النقل بالماوس تطبيق على الكل بما أنه هلا سوينا الانتقال خلينا سوي الارتباطات التشعوبية فرح حدد الهوم أو أول قائمة عندي رح نقر علي باليمين و من ارتباط تشعوبية رح تطلع لي إدارة إدراج ارتباط تشعوبية أو فيني كمان أحدد النص أجعل إدراج ارتباط تشعوبية نفس الشي رح تطلع رح حدد شريحي اللي أنا فيها واللي هي شريحة رقم 6 موافق العنوان الثاني شريحة رقم 7 شريحة رقم 8 شريحة رقم 9 و شريحة رقم 10 رح حدد العنوان و رح أخدهم رح أحدهم هدول بما أنه هدول ما لهم ارتباطات تشعوبية فقط أدوك لنزختهم فهدول رح أسفهم وهلأ و فقط نغير التأثير النصوص بما أنه هون كنت فيه الشريحة رقم 1 هون فيه الشريحة رقم 2 هون فيه الشريحة رقم 3 وهلأ أصدقائي رح نتوجه إلى عرض الشرائح من إعدادات عرض الشرائح رح نختار مستعرض دون مراقب ملء الشاشة بعد ما ضغط موافق بحيث وأنا مشغل عرض وينما ضغطت داخل الشريحة ما ينقني إلى الشريحة اللي بعدها أو يعجل في الحركات أو يرجعني إلى الشريحة السابقة اللي حتى أضغط على الارتباط التشعبي خلنا نشغل العرض ونشوف المشروع كيف رح يطلع معنا رح نضغط على العنوان الثاني رح نلاقي إنه اللمعة تغير مكانه وهي كمان تغير مكانه على العنوان الثالث وآخر قائمة أو آخر عنوان معي وهيك يا أصدقائي بيكون خلصنا وانتهينا من إنشاء مشروع متكامل بارتباطة الشعوبية مع الحركات الموجودة فيه للحصول على هذا القالم مجانا رهبط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو كما أكون عبد السلام صارح من قناة عالمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته